إذن بعد أن تعرفنا على المبتدأ والخبر في المجموعة الأولى سننتقل إلى المجموعة الثانية والخاصة بأحوال المبتدأ والخبر إذن أمامنا جدول واصف إذن هذا الجدول يضم مجموعة من التراكير سنحاول أن نستخرج أو نذكر المبتدأ ثم نبين حالته ثم أيضا نذكر الخبر مع تحديد حالته إذن الجملة الأولى والتي سبق وأن تعرفناها في المجموعة الأولى البيئة نظيفة نعم المبتدأ هنا هو البيئة إذن كيف هي حالة هذا المبتدأ؟ نعم فهو اسم ظاهر نعم ننتقل الآن إلى الخبر إذن الخبر هو نظيفة وجاء مفردا إذا أخذنا الجملة الثانية أنا تلميذ المبتدأ هو أنا نعم وحالته جاء ضميرا منفصلا نعم الخبر هو تلميذ وجاء مفردا إذن في هذا الجزء الأول تعرفنا على المبتدأ إذن قد يأتي إما ظاهرا أو قد يكون ضميرا وأن الخبر يأتي مفردا نعم ننتقل الآن إلى الجملة الثالثة إذن جملة الثالثة تقول الحديقة أظهارها مختلفة الألوان الحديقة أظهارها مختلفة الألوان إذن المبتدأ هنا هو الحديقة نعم وهو اسم ظاهر نعم الخبر هو عبارة عن جملة إذن نقول الحديقة أظهارها مختلفة الألوان إذن فهذا الخبر لم يأتي مفردا كما سبق وتعرفنا في الجملتين الأولى والثانية ولكنه جاء جملة إسمية نعم ننتقل إلى المثال الرابع المؤمن يحب الخير لأخيه المؤمن إذن المبتدأ هنا هو المؤمن نعم وحالته جاء إسما ظاهرا ثم لدينا الخبر جاء جملة فعلية لماذا؟ إذن نقول المؤمن مباشرة بعدها هناك فعل يحب الخير لأخيه المؤمن إذن الخبر هنا جاء جملة فعلية نعم الجملة الخامسة الحرمان في الكسل الحرمان في الكسل إذن المنتدأ هو الحرمان نعم جاء إسما ظاهرا نعم والخبر جاء هو في الكسل نعم إذن في الكسل فهو ليس بجملة ولكنها شبه جملة من الجار والمجروع في الكسل ثم تبقت آخر حالة قد يأتي عليها الخبر وهي الجملة السادسة الظلم تحت جناح كل أحد إذن المبتدأ هو الظلم جاء أيضا إسما ظاهرا ثم لدينا الخبر جاء عبارة عن ماذا؟ نقول تحت جناح كل أحد نعم وتحت هي عبارة عن ماذا؟ هي ظرف نعم ظرف ماذا؟ ظرف مكان إذن الخبر جاء عبارة عن شبه جملة من الظرف إذن حوال المبتدأ والخبر إذن نقول أن المبتدأ قد يأتي إسما ظاهرا كما يمكن أن يأتي أيضا ضميرا أما الخبر فقد يأتي مفردا أو جملة إسمية أو جملة فعلية كما يمكن أن يأتي شبه جملة سواء من الجار والمجرور أو شبه جملة من الظرف نعود إلى الجملتين التالثة والرابعة نعم والتي قلنا أن الخبر فيها جاء عبارة عن جملة إما جملة إسمية كما هو وارد في الجملة الأولى أو جملة فعلية في الجملة الثانية إذن نقول الحديقة أظهارها مختلفة الألوان إذن انتبهوا معي أو لاحظوا الخبر هنا إذن الخبر كما قلنا جاء جملة إسمية وهذه الجملة الإسمية كما تلاحظون أنها اقترنت أو بها ضمير الغائبها إذن هذا الضمير الذي جاء في هذه الجملة سواء الجملة الأولى أو الجملة الثانية عندما نقول يحب الخير لأخيه المؤمن فالهاء هنا هي هاء الغائب وتعتبر أو تسمى بالرابط تسمي بالرابط لأنه ضمير يعود على المبتدأ لأنه يربط بين المبتدأ والخبر إذن خبر المبتدأ يكون مفرداً أو جملة فعلية أو إسمية أو شبه جملة من الجار والمجرور أو الضر والخبر المفرد هو ما ليس بجملة أو شبيهاً بالجملة ويجب أن تشمل جملة الخبر على ضمير يربطها بالمبتدأ وقلنا يسمى بالرابط إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة ندائماً على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة إن شاء الله أذكركم بكتابة الضرس ثم إنجاز التطبيق المتواجد على الصفحة 59 بعد المئة وذمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر